قصة قفية دوك دوك اشتاقت الأميرة سنويت لمقابلة أصدقائها الأقزام وقد مرت أسابيع لم تراهم فيها كانت منشغلة تماما مع زوجها الأميرة هناك في القلعة ولذلك عندما نزلت من عربتها الملاكية جرى دوك دوك مرحبا بها فاتسمت وقالت له أهلا دوك دوك أين باك الأصدقائك راح دوك دوك يشرح لها بطريقته وكانت سنويت تفسر وتقول آه زعلان يقطع الخشب وعطصان يقلم الماء ونعسان وغرحان يصطادان ودوك دوك وخجلان يجمعان التوت وأنت يا دوك دوك تنزف الأرض يا له من يوم جميل جدا وكله أعمال الجميع مجغولون ابتسمت سنويت وقالت ما رأيك لو شربنا الشاي ونحن نتسامر سأجعلك يطرموا فجأة عدتها لكم قالت سنويت التقس باردا قليلا لكنها صنعت لهم أشياء جميلة في الأيام التي تلت قدومها لهم ولهذا فإن نسجها القفازات الصفية الجديدة لكم سيكون رائعا صمت لحظة ثم أكملت هيا يا دوك تنزف هل تحب أن أعمل لك قفازا؟ هزى دوك تنزف رأسه بلحفة شديدة لقد كان يريد ذلك فعلا وفجأة دوك تنزف حاول وحاول أكثر من مرة فكانت البداية صعبة جدا واخيرا استطاع نسجها غرزتين ثم أربعة قالت سنويت أنت تتعلم بسرعة يا دوك تنزف وعندما أحضر في المرة القادمة أنا متأكدة أنك ستكون قد تقدمت كثيرا وسوف أترك لك بعض الخيط لتستمر في محاولتك قبلت سنويت جبهة دوك دوك وقالت بلغ تحياتي للجميع أحمر وجه دوك دوك خجل ولوح لها موعدا بذلك في طريق عودة الأقزام إلى الكوخ قال زعلان بضيق قطع الأخجاب في الأيام الحرة عمل طعب متعب جدا لكنه في الشتاء أسخف بكثير فالرياح الباردة تضرب عنكي فكر دوك دوك كم سيكون لطيفا أن يقدم الإزعلان كفية هدية ويستخدم ما تعلمه من سنويت في صناعتها أيام وأيام ودوك دوك يقضي كل أوقاته فراغه في شغل الترك سرا كان يصح من النوم في الصباح الباكرا بينما كانهم نائمون في الليل ينتظر حتى ينام الجميع وينزل للطابق الأسفل على أطراف أصابعه ويعمل أتركه وأثناء النوم كان يخفي مشرعه السري تحت ملاءة السرير أحيانا كانت صديقة هسنويت تأتي لمساعدته وزادت مرة طلو الأخرى أمسكت بالكفية التي صنعها وقالت لقد أصبحت ممتازة في اللي تركه وأنت يا دوك دوك لقد فعلت هذا في وقت قليلا جدا لقد أصبحت ممتازا في هذا يا دوك دوك حق فرح دوك دوك جدا بتجنيع سنويت له وصار يعمل أكثر وأكثر وكلما زاد طول الكفية صار إخفاؤها في مكان دوك دوك سر سرا أصعب جدا فلم يستطع إيجادة مكانا أخر يخفي فيه دوك دوك الكفية فقد كبرت جدا في يوم جاءت سنويت لتزور أصدقاء أهل أقزام وكانوا جميعا موجودون لتحياتها قالت سنويت لقد أحضرت لكم مفاجأة وأخرجت من سلتها عددا من الكفازات الصوفية هتف الجميع هاي 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 شكرا يا سنويت لكن زعلان ظل عابسا بعد أن رحلة سنويت بفترة جربت دوك دوك أن يلبس كفازيه فقال له زعلان لماذا تلبسها الآن الجو ليس باردا عشار دوك دوك على الشجرة التي تظهر من النافذة وقال عندما تسقط كل الأوراق هذه الشجرة سيأتي الشتاء ثم إن من جم الماث برودته زادت فعلا رفع زعلان كتفي ولم يرد وبعد عدة أيام زارت سنويت أصدقاؤها وكانوا زاهبين إلى العمل فقالت لهم أحضرت لكم بعض المأكلات للغدا قال دوك دوك شكرا يا سنويت أنت دائما هداياك جميلة ومرة أخرى شكرا يا صديقتي على القفازات إنها مفيدة جدا في الأيام الباردة مثل اليوم كل الأقزام شكروا سنويت بينما كانوا يتجهون إلى المنجم كان دوك دوك يسبك زعلان بقليل عندما سمعه يخبر سنويت أن القفازات ستدفو يده على أي تحال أحس دوك دوك أن زعلان بدأ يشعر بالبرد فكر أن هذا هو الوقت المناسب ليقدم له هديته فجر إلى داخل المنزل ليحضر هوله لما عاد دوك دوك أخذ الكفية الطويلة مرات ومرات حول زعلان وبسعادة كبيرة راح يصفق بيديه العاريتين عندها تذكر أنه ونسى كفزي فجرت داخلا لإحضره ما هذا زعلان صلى زعلان بضيق حول هذه الكفية الكبيرة أجبته سنويت لقد صنع لك دوك دوك كفية قال زعلان هذه ليست كفية إنها تهريج سقيف كان زعلان يحاول التخلص من الكفية ولاحظت الأميرة سنويت أنها لم تعجبه وقلقت أن يعرف دوك دوك هذا وتجرح مشاعره يا ترى ماذا ستفعل الأميرة ابتسمت سنويت بلطف وقالت أراد دوك دوك بهديته أن تهنأ بالدفء طوال الشتاء قال زعلان لكن بهذه الهدية الكل سيضحك علي قالت سنويت تذكر يا زعلان إن الحب الذي تعبر عنه الهدية أهم منه الهدية نفسها عندما خرج دوك دوك من المنزل وجد زعلان مرتديا القوفية بكل فه قال زعلان لدوك دوك شكرا يا دوك دوك هديتك لن تجعلني أشتكي من البرد ثانية ابتسمت سنويت لزعلان ابتسامة واسعة ثم التفتت إلى دوك دوك وقالت كفية رائعة يا دوك دوك أنا فخورة بك جدا أنت اكتهت في العمل اكتهت في عمل شيء يسعد صديقك كان دوك دوك في غاية السعادة لأنه نجح في اختيار هدية مناسبة أما سنويت فوقفت باتسامة جميلة تلوح للجميع وهم زاهبون قلص زعلان نفسه من القفية وراح ينظر إليها بتركيز ثم لفها حول كتفي وقال لنفسه سوف أقربها على أي حال أراح زعلان يضع القفية بأكثر من طريقة ثم رمى أحد طرفيها خلف ظهرها وظلت خلف ظهره وهو يجرها وهو مبتسم وقال يا لك من صانعا بارعا يا دك دك لكنها كبيرة جدا النهاية لا تنسوا يا أصدقاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر القرص والإعجاب بهذه القصة ترجمة نانسي قنقر